السؤال الثالث الفرع A في امتحان الرياضيات العلمي فإن فكرة السؤال محاكاة للأفكار الواردة في الصفحتين 68 و 69 من كتاب الطالب نعم ولكن ليست موجودة كفكرة هي محاكاة في فرق بين محاكاة و كفكرة هلأ هاي النقطة هي نقطة خارجة هلأ اللي بتحكوا عنه السؤال محذوف؟ السؤال محذوف يعني هيك الوزارة مش كمان مش معترفي انه سؤال محذوف أنا بتمنى بطلع لك الأسئلة كيف انحطفت من كتاب الطالب بالله تنمرنا بس على الوزارة التربية دعونا نأخذ منها اتصال على حلقة اليوم نحن نحن نحاول الإعداد يتواصل مع أرقام وزارة التربية والتعليم لأخذ تعليق على هذا السؤال هو أقرأ الخبر العاجل الذي نزل الآن على وكالة منبع الأردنية بترة السؤال الثالث فرع A في امتحان الرياضيات العلمي فكرة السؤال محاكاة للأفكار الواردة في الصفحتين 68 و 69 من كتاب الطالب أنا عارف الصفحتين اللي بقصدوا عنهم لا، هذا ليس محاكاة ليس محاكاة بجوز قصده في الكتاب القديم آه، محاكاة للكتاب القديم معاك ميمية جيلة 2005 كان موجود أما هذا ليس محاكاة بهذا نعم كل كلمة مماس المماسات بالذات بشكل عام هي مجموعة أفكار ومجموعة مصطلحات أنت شلت لي الفكرتين وحذفت ليهم وستبدلت ليهم بسؤالين ثانياتي جداد بدالهم فأنا بلتزم بالسؤالين الجداد ما بلتزم بالسؤالين محذوفات يعني هسا أنا لما أجي أشرح الطلاب أشرح الطبعة القديمة أو الطبعة الجديدة أكيد آخر طبعا معتمدة آخر طبعا معتمدة أقول لك شغلة السؤال يعني أنا باجي مستعد أطلع الكتاب القديم والكتاب الجديد على الشاشة وأرجيك كيف تم تعديل وحذف السؤالين اللي كانوا بيحاكوا هذا السؤال طيب إحنا إذا كمان بالإعداد إحنا ممكن هسا بعد قليل كمان نفتح صور للكتاب ما في عندي مشكلة بس إحنا بدنا نتأكد أنت حكيت كلمة جوهرية هم عن أي كتاب يتكلمون إذا كان بالكتاب القديم صحيح 68-69 بالكتاب الجديد ما بيحاكي ما بيحاكي 68-69 كتاب الجديد بيحاكي إحنا بدنا للجديد أحنا بحكي لك الطالب يتبع للطبعة الجديدة والطبعة القديمة وأنا كمان بسأل سؤال أنت أستاذ أحمد تكلم عن المنهاج أو الطبعة؟ نحكي عن الطبعة المنهاج الجديد الطبعة الآخر طبعة آخر طبعة هذا السؤال موجود في المنهاج الجديد تم حذفه وهذا صدر فيه كتاب صدر فيه كتاب وعممه علينا أنه نلتزم بالكتاب الجديد والكتاب الطبعة القديمة تغيرت إذن هو كلام الخبر الصحيح أنه موجود صفحة 68-69 لكن أنت تم حذفه تم حذفه آه هيك التبريد مية بالمية آه